أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن دور القطاع الخاص في مملكة البحرين كشريك رئيس ونوعي في التنمية قد تجسد بإيجابية في رفع معدلات الإنجاز في مختلف مسالات التنمية ولدى لقاء سموه مع السيد محمد شكري غانم الرئيس التنفيذي لمجموعة سايكروب أي في مكتب سموه بوادي سيل أعرب سموه عن تقديره لإسهامات مؤسسات القطاع الخاص في دعم المبادرات والبرامج الشبابية والرياضية في مملكة البحرين مما يعزز من مردودها وأثرها وخصى سموه مجموعة سايكروب بالشكر على ما تقدمه من دعم في هذا المجال في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية من جانبه أشهد السيد محمد شكري غانم بالمبادرات الرائدة الذي يرعاها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في المجالات الشبابية والرياضية مؤكدا الحرص على التعاون والتنسيق من أجل دعم هذه المبادرات المهمة التي لها دور كبير في موصلة تطوير هذا القطاع وتحقيق المزيد من المكتسبات النوعية فيه ترجمة نانسي قنقر